دكتور هو صحيح مرضى الفشل الكلوي او اللي عندهم مشاكل عموما في الكلة بيبقوا منعتهم اقل من غيرهم؟ بالتأكيد طبعا الفشل الكلوي وكذلك مرضى زراعة الكلة اللي هم اجروا العمليات بالفعل منعتهم بتبقى اقل من الانسان الطبيعي لعدة اسباب البولينة نفسها والفشل الكلوي نفسه هو نفسه بيقلل المناعة الحاجة التانية ان معظم مرضى الفشل الكلوي اكتب من 50% مرضى الفشل الكلوي هم بيبقوا مصابين بامراض اخرى زي الضغط والسكر وحنا عارفين ان السكر والضغط والامراض دي برضو بتقلل الجهاز المناعي وده نتيجة اصابتهم بالفشل الكلوي لا ده هو ده اللي بيعمل الفشل الكلوي يعني 50% من سبب المرضى اللي بيصل لمرحلة الفشل الكلوي غسيل الكلوي في العالم هم نتيجة مرضى الضغط والسكر بالإضافة بعض الأمراض أخرى المناعية وغيرها وغيرها ده بالنسبة للمرضى الفشل بالنسبة للمرضى الزراعة طبعا أنه هو بياخد أدوية تثبيت المناعة عشان يمنع رفض الكلة اللي تم نقلها ليه ودي طبعا بتقلل المناعة المناعة طبعا المريض طبعا عرضة لإصابة بكل الأمراض النتيجة العدوى يعني الانفكشيز ديزيز كلها هو بيبع عرضة ليها أكتر من غيره هل بالتبعية بتكون مضاعفات هذه الأمراض يعني أعايز أقول إيه فقمة عنفها يعني بياخد المضاعفة كاملة إلى حد كبير طبعا لما احنا عارفين أن جزء مهم قوي من أجهزة الدفاع عن الجسم هو الجهاز المناعي يعني اللي بيشتبك مع الفيروس أول ما بيدخل الجسم هو الجهاز المناعي إلى أن بقى احنا بنساعده بالأدوية وغيره لكن لما بيكون أنا خط الدفاع الأول بتاعي اللي هو جهاز المناعي مثبت لطريق يعني لسبب أو لآخر سواء بأدوية أو لإصابتي بمرض أوريدي بيقلل هذه الأجهزة الدفاعية بتاعتي طبعا الفيروس انتشاره وتوغله ووصوله ليه أنه يؤدي للمضاعفات بيبقى أسرع والناس حتى نسبة لقدر الله الوفيات مثلا في الناس اللي حصلت وفيات ليهم على مستوى العالم من الكوفيد ناينتين أو الكورونا يعني يعني معظم الحالات دي كانت حالات معاها بنسميها كوموربيدس حاجات منعتهم قليلة نتيجة إصابتهم بأمراض أخرى أو لأنهم على أدوية أو في كبار السن جدا اللي هم برضو أوريدي بيبقى مناعة الشخص يعني كبير السن اللي فوق الـ 75 وفوق الـ 70 وكده منعته أكيد أقل من الإنسان العادي ففعليا أما بتكون منعتك قليلة أنت عرضة لأنك تاخد كل مضاعفات المرض بشكل أسرع وبشكل متفاقم أكثر من الطبيعة هل ده معناها دكتور أن أي مريض للفشل الكولوي لو جات لكورونا حيبقى في منتهى الصعوبة إن إحنا نعالجه منها؟ لا ما فيش ما نقدرش نقول كل أو يعني تعميم بشكل عام بالصح وبرضو لازم يعني في حاجة مهمة قوي أما نجي نتكلم عن الكورونا بصفة عامة نحن نتحدث عن فيروس مستحدث فيروس عمره في العالم كله 3 شهور وشوية يعني نكملش 4 شهور فما نقدرش ناخد المعلومات بشكل قاطع يعني حتى يعني مثلاً كنت يعني لي الشرف إن كنت في لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة فيما يتعلق بجزئية الكلا عشان نضع الجايدلاينز يعني بتاعت المرضى سواء اللي بيعملوا الغسيل أو المرضى اللي بيعملوا اللي جاء الزرعين يعني اللي يعني أصيبوا أو يشك في إصابتهم بالكورونا ورجعت مع زملائي معايا زملائي أسادزة دكتور حسين فشاون قصر عيني دكتور شام السيد برقم العين شامس كنا عاديين لجنة اللي هي مسكة القصة دي عادنا رجعنا كل ما نزل عن الفيروس دوت على مستوى العالم فيما تعلق بالكلا الحقيقة محدش لحتى هذه اللحظة يقدر يقول كلام قاطع 100% من يجزم بشيء دلوقتي هو مخطئ لأن الفيروس هو نفسه جديد وكل شوية بيطلع علينا أبديتز جديدة أو حاجات جديدة بتطلع لحد وقت وجيز ما كانش فيه داتا ترجح الفكرة اللي احنا قلناها أنه بتوع الغسيل أو بتوع الزراعة مثلا الخطورة عليهم أكتر لكن كان منطقيا أنه هيكون أكتر عشان المناعة ما كانش فيه داتا نقدر نحلف عليه وحاك عارف احنا يعني كأطباء الجايدلاينز والمعلومات الطبية عشان نجيبها بشكل دقيق لازم تبقى طالعة بستاتيستيكس كل بقى اللي بيطلعوا يقولوا كلام محتاجة وقت ومحتاجة عينة كبيرة وبالزبط ومحتاجة عينين من العينين وبوست مورتم ستاديز ما بعد الوفاة في الحالات اللي حصلت واقع كتير جدا جزء كبير من المعلومات اللي عندنا النهاردة متاخدة يا إما من أرض الحدث في وسط يعني مثلا في وهان في الصين وفي ميلانو في إيطاليا وبتاع ليه الحتة الملتهبة من المرض فكل دراسات بتطلع عن العينات اللي هناك ومثلا الناس بيحصل لهم لقد دلوا وفاة فبيحصل اللي هو تشريح ما بعد الوفاة وكده وجزء آخر بيتعامل إسقاطا من أو اشتقاقا من الجائحة بتاعت ما كانش وسط لدرجة الجائحة الحقيقة اللي هو حصل في 2002 و2003 بتاع السارس لأنه هو الفيروس الحالي هو مشابه إلى حد كبير لفيروس السارس السارس كان اسمه سارس كوف أو سارس كورونا فيروس والحالي اسمه سارس كورونا فيروس 2 يعني اسمه العلمي سارس كوف 2 فهو بناخد معظم الداتا اشتقاقا مما حدث عن السارس في 2002 و2003 لكن الحقيقة الفيروس ده كل شوية فاجئنا أنه فيه حاجات مختلفة تماما وعايز أقول لها هيك أن احنا مثلا البروتوكولات اللي حطناها تتغير كل شوية ده صحيح يعني الأسبوع الجاي حنقعد نراجح حشان نغيرها تاني واللجنة اللي هي الكبرى بقى اللي هي فيها اللي حطى البروتوكول الرسمي اللي هو فيه بالنسبة للمرضى كلهم بقى بغض النظر عن كونه عنده كلا أو ما عندوش اللي في الموجودة برضو في وزارة صحة بتعيد تقييم البروتوكولات كل يوم يعني موضوع فاري دايناميك داتا بتظهر كل دقيقة مش كل يوم صحيح فمقدرش أجزم لكن طبعا مريض الفشل الكلوي ومريض اللي بياخد أدوية مناعة عشان تطبيط المناعة بتاعته عشان زراعة الكلا هو بالتأكيد It is a high risk group أو معرضة أكثر من غيري وبالتالي هو يجب أن يعني الجايدلاينز المبدئية المحطوطة حتى هذه اللحظة أنه لازم ياخد كل حذره ما ينزلش إلا هو ياخد اللابس الماسك والبروتكشن كامل داخل الإجراءات الوقائية يعني ما يستخدمش مثلا مواصلات العامة احنا بنقول له ياريت لو فيه إمكانية أنه ما يستخدمش مواصلات العامة يبقى أفضل عشان يبعد برضو عن كده ولو اضطر أنه ياريتك بمواصلة عامة مثلا مترو أو ميكروباس أو غيره لازم يبقى واخد خذر أكثر ما ينزلش إلا الأسباب اللي هي القهرية يعني ما ينزلش من بيت يقول له عشان يروح جلسة الغسيل دي حاجات كده في الراجل ده أخطر من غيره ما يروحش وحدة الغسيل مثلا العين الغسيل المعروف عنهم بيروحوا للوحدة ياخد معاه أكل ساندوش مش عارف يوضل فترة طويلة لأ بنقول له لأ ممنوع لأن أنت كده الأكل ده واليوتنس والحاجات اللي هستخدمها والترابيزة ومش حافية تحط دي كلها ممكن تكون حتى مهما خدنا من حذر تبقى ملوس لا خد معاك حتة مثلا بسكوت ولا حاجة مقفولة أو شوكولاتها مقفولة بتاعشها مثلا بحصلك هبوط في السكر ولا حاجة على الجلسة تفتحها كده تكون مغلفة تفتحها تكلها وخلاص لو اضطريت